السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وانا بيكم اصدقائي النهاردة ان شاء الله معدنا مع درس الجرامر الجديد هنتكلم النهاردة عن اللي هو الجامعة في البداية هنشرح درسنا بمنتهى البساطة وبعدين هنبدأ نحل مع بعض التدريبات ومن خلال التدريبات دي هنأكد على الشرح بتاعنا عشان هافضل استفادة من الدرس بتاعنا لما نبدأ نحل التدريبات حاول توقف الفيديو عندي التدريب اللي هنحله وبعدين حله مع نفسك ونزل لي الإجابات في التعليقات وبعدين نحل معي واعمل شك على إجاباتك وارجع حط مارك درجة لنفسك في التعليقات علشان نقيم هل استفادنا كويس من القاعدة اللي شرحناه نارضة او لا نارضة بإذن الله هنبدأ مع بعض نشرح اللي هو الاسم الجامعة بمنتهى البساطة انا بتكلم في الانجليش عن حاجة اسمها في حاجة اسمها سينجلر وبلورال نونز سينجلر اللي هو المفرد والبلورال اللي هو الجامعة الاسم المفرد في الانجليش لازم ياخد او ان اللي هتيجي قبل الاسم اللي هيبدأ بي كونسوننت ساكن والان هتيجي قبل الاسم اللي هيبدأ بي فاول واتفقنا في الفيديو اللي فات ان احنا في الانجليش بنتعامل مع الأصوات مش الحروف اما البلورال بمنتهى البساطة ياما بزود اس ياما بزود اس ياما بزود ies ياما بزود ves طبعا بعد حزف الف او الفي لو انتهت بهم الكلمة وفي حاجة اسمها الرج يولر اللي هو الجامع الشاس زي كلمة مثلا فش فالجامع بتاعها زي ما هو فش ده شرح السينجلر والبلورال ببساطة جدا لو ما اتفرجتش على درس السينجلر شرحناه المورة اللي فاتت وتكلمنا عن اي اوان لو ما اتفرجتش على الفيديو ده هسيب لك الفيديو اعلى الشاشة ودلوقتي خلينا نحل تدريبات علشان نأكد على معلومة البلورال نبدأ مع بعض كده نحل تست تست ده اكسرسيز 1 2 3 4 5 بعد من حل التدريبات دي هنكون عدرين ان احنا نميز البلورال بشكل كويس جدا بالقواعد بتاعته اول اكسرسيز عندي هنا بيقول لي write the words in the correct column انا عندي مجموعة كلمات عايز احطها في العمود الخاص بيها هنا انا بتكلم عن السنجلر وهنا بتكلم عن البلورال هنخطم كلمة كلمة عندي كلمة باكز طبعا دي بلورال عندي كلمة باكز دي سنجلر عندي كلمة باس طبعا هنحطها هنا عند السنجلر باس عندي كلمة كاروتس طبعا كاروتس دي بلورال هنحطها هنا كاروتس لبلورال لان هي كاروت كاروتس تمام عندي بعد كده كلمة داش سنجلر ولا بلورال هي هنحطها في سنجلر عندي داش اللي هو الطبق عندي بعد كده كلمة درس فطبعا درس برضو سنجلر درس عندي كلمة جلاس طبعا جلاس يعني كوباية ممكن كمان بمعنى زجاج بس هنا كلمة سنجلر لو حتبه بمعنى زجاج هتبقى انكاونت بأنها الاسم غير معدود عندي جاكت طبعا جاكت عندي هتبقى برضو سنجلر هنحطها عندي سنجلر جاكت روح نمبر سيفن هنا عندي بنسلز طبعا عندي بلورال بنسلز عندي بنز بلورال عندي فوتوز بلورال فوتوز بلورال عندي سنيكس تعبين سنيكس بلورال ممكن نعمل تشيك على الحل بتاعي وحط النفسي مارك منتين وبعدها في التعليقات هرح مع بعض لإكسرسيز 2 بيقول لي تاكت the correct ending for each بلورال مطلوب مني هاختار النهائي المناسبة هل أنا هزود اس هنا لنون ولا هزود اس عشان حوله من سينجلر لبلورال خلينا نشوف عندي بوكس هتبقى هنا بوكس بإضافة اس طب أورنج هتبقى أورنجس بإضافة اس بس هنا ووتش هتبقى ووتشز هزود اس وخلي بلنا عشان هنقول القاعدة بعد ما نحل مع بعض glass هتبقى glasses اس tomato tomatoes اس beach beaches هتبقى اس تمام طيب هنا إيه الحروف اللي لو انتهت بها الكلمة أنا هزود اس اللي ظهر قدامي هنا x و s h و s و ال o خلي بلنا ال o هنحطوه بين قصيل لأنه مش دايما كلمات اللي بتمتهي ب o أنا بزود es أحيانا بزود s و sh هنزود وهنزود ال s يبقى الحروف s s sh ch x وأحيانا o لو انتهت بهم الكلمة أنا بدلا ما بزود s عشان حولها من singular لبلورال هزود es حروف دي لازم أحفظها كويس جدا 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 أوكي هروح لي exercise three بيقول لي circle the correct plural form يلا ابدأ حل ونزل لي الإجابات في التعليقات وبعدين حل معي وعمل check وحط mark بتاعتك الدرجة بتاعتك في التعليقات أوكي يلا بينا عندي families طبعا طبعا بإضافة es أصل الكلمة كانت family بس أنا لو انتهت الكلمة ب y أبليها consonant أنا بحذف y وبحط i es دي القعدة أما لو y أبليها vowel أنا بزود s عادي جدا number one potatoes ولا potatoes بs ولا es الإجابة الصحيحة طبعا إن أنا هزود es طبعا luri والluris طبعا هنا انتهت بy وأبليها r والr ساكن هحذف y وحط i es يبقى الإجابة الصحيحة هنا luris أوكي عندي life lives lives بالf ولا ves es لو انتهت الكلمة f أو fe في الغالب بحذفهم وبحط ves يبقى دي اللي صح number four foxes foxes طبعا هنا بإضافة هزود es مش s لأن x من الحروف اللي لو انتهت بهم الكلمة أنا بزود es عندي shelves ولا shelves طبعا shelf لو rough انتهت f حذفت f وضعت ves يبقى الإجابة الصحة هي shelves بعد ما حلينا مع بعض اعمل check على الإجابات بتاعتك ويضع mark من 5 في التعليقات يلا نحلم مع بعض exercise for write the plural كلمة family الجامعة families هنا y أنا وحطيت is خلي خلي بالنا child هتبقى children 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 وخلي بالنا ان دي بسمية er reg you lor plural اللي هو الجامع issues كلمة woman number two هتبقى women النقطة الصحة بتاعها women مش women 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 كلمة mouse لو معناها far هيبقى الجامع mice وده irregular plural ولكن في جامع mouses طبعا لو هيبقى معناها الفارة بتاعت الكمبيوتر انما لو معناها الفار اللي هو الانيمال يعني كحيوان هيبقى الجامع mice عندي tooth الجامع بتاعي teeth tooth teeth اوكي عندي fish جامع بتاعي fish جامع بتاعي fish طيب هل في حاجة في الانجلس اسمها fishes حقيقي في حاجة اسمها fishes بس بيبقى معناها مجموعات مختلفة من الاسماك انما السمكة fish الاسماك fish برضو irregular plural اوكي عندي جوز الجامع هيبقى geese geese ودي معناها الوزة اوكي عندي sheep خروف الجامع sheep sheep اوكي اوكي هتنطق long اوكي هروح لكلمة knife سكينة طبعا منتهية bfe هحزفها وحط ves s طبعا baby هتبقى babies y او y وحط i es طبعا person يعني شخص وجمعها people people اوكي وده irregular plural irregular plural اوكي طبعا رجع اجاباتك وحط mark لنفسك اوكي يالا من حين لاخر exercise بقول لي circle the word with a different kind of plural هنشوف عندي ثلاث كلمات في كلمتين منهم بنفس نوع البلورال وفي كلمة مختلف طيب هنا car bike ولوري ليه لوري مختلفة لان الكار لو عايز جامع هزود s هنا هزود s هنا هزود i es اوكي number one عندي knife sofa thief طبعا knife هحزف f e وحط ves sofa هزود s thief يعني لص هحزف f وحط ves يبقى المختلف هي sofa لان دي اللي زودت لها s number two horse box watch هنا هزود s هنا هزود es هنا هزود es يبقى المختلف هنا هو horse لان دي الوحيد لان انا زودت s يبقى يبقى المختلف هنا sandwiches او sandwich puppy هنا هزود ies لان هنا منتهي y قبلي second هنا برضو y قبلي متحرك هزود s بس هنا y قبلي second هزود y وحط ies strawberries يبقى المختلف هنا key آخر واحدة foot tooth dog foot feet irregular plural tooth teeth irregular plural جمع chaz وdog انا بزود s عشان احاول من singular ل plural دول هتنعمل تشك على إجابتنا ونحط المارك بتاعتنا five out of five كده كنت هنا من درسنا النهاردة تمنى ان الفيديو يكون بسيط والشارح سهل جدا وفهمناه وتعرفنا النهاردة على الطرق المختلفة اللي بعمل بيها plural nouns لو الفيديو عجبنا ما ننساش نضغط لايك الفيديو ونعمل subscribe للقناة ننضغط على رمز الجرس ونضغط على أول عشان يوصلنا كل فيديو هات الشرح اللي بتنزل على القناة وما ننساش نعمل share مع صديقان علشان كلنا نستفيد لو محتاج الPDF بتاع الشيت ده هسيب لك link الجروب بتاع الواتس ادخل عليه وبعث لي هبعث لك الشيت ممكن تحل وهبعث لك الحل بتاعه شوف كم آخي المرة الجاية السلام عليكم